رمضان ودي عبود ربك هذه واحدة من الاهازيج التي يرددها الاطفال في الحديدة مع دخول شهر رمضان المبارك فرح ممزوج بالشغف وعناق مع الزمن الضيف حيث الانوار والاهازيج والمدايح والتراويح والامكنة المزينة والدعوات والفواتح هذه مدينة الحديدة هذا الجامع الكبير نطوق باب مشرك انه الالق الرمضاني في تهامة الكبار والصغار الامكنة والمساجد والاسواق كل شيء في تهامة يحاول التشبث بماضي مدينة ساحرة الوجد والروح مؤترقة الامكنة تحكي تفاصيل الشغف الرمضاني وتحاول البقاء والصمود امام غرباء طارئون يحاولون استبدال التراويح بكلمات الافكي روايح الجميلة التي يشمها الناس ايام رمضان اصبح الان رائحة البارود ورائحة الالغام المنتشرة رائحة الدماء في رعب ابدل اصوات التراويح اصبحت اصوات عبد الملك الحوثي وخطاباته تدوي في كل مكان اعتقد انه مأساوي تبدل عن اول فيه فرق كبير وتلك القرى التهامية تطل من نافذة الرمضانية لتعانق اصالتها وماضيها وتحكي قصة رمضان في ازقتها ومساجدها وشوارعها وقراها لتؤكد للجميع بان ميليشي الحوثي لا تستطيع مصادرة الحياة عن مدينة تتشبث بتراثها وتاريخها وجمالها بالرغم من وجع المعاناة وشضف المعيشة ومحاولة ميليشي الحوثي الارهابية سرقة الفرح الرمضاني عن عروس البحر الاحمر عبدالحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة